موسيقى السيدات وسادة تحية لحضراتكم جولة صحفية جديدة أهلا بكم ونبدأ بمنشطات صحيفة الأخبار الرئيس يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذكرى النصرة السيسي أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالية الرئيس الوفد الكنيسة الأنجلية لا تمييز بين المصريين وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر المركز يخالف التكهنات ويثبت سعر الدولار عند 8.88 من مائة بالمائة جنيا من أبرز منشطات صحيفة الوطن البرلمان يبدأ امتحان الدور الثاني بإقرار الخدمة المدنية والهجوم على الإعلام مصر وسودان توأم النيل يجتمعان في الاتحادية السيسي والبشير يتوجان 16 لقاء قمة بالتوقيع على وثيقة استراتيجية لتنمية شطري الوادي ورفع القيود الجمركية على التجارة بين البلدين من صحيفة اليوم السابع بداية ساخنة في دور الانعقاد الثاني للنواب البرلمان يطارد عقينة ويحيل نائب التصرحات المستفزة للجنة القيم مطار الأقصر يستقبل رحلات مباشرة من بريطانيا وألمانيا واليابان موسم شتوي سياحي مبشر بحث عادة تشغيل تاران المباشر مع باريس ونطالع من صحيفة المصري اليوم دفن 54 جثة مجهولة لضحايا مركب الموت مسح قومي لفيروسي يشمل عشرة ماليين واطن وانتهاء قوام الانتظار حلم في ملف خاص عن حرب أكتوبر أرض المعركة تتحول إلى ميادين للتنمية بارليف يستقبل معديات نقل الركاب سحارة سربيون في موقع الثغرة وقرية الأمل في القنطرة شرق القمة المصرية السودانية كانت محور مقال الشاعر الكبير فاروق جويدا بصحيفة الأهرام مؤكدا أهمية هذه القمة التي تأتي في ظروف تاريخية صعبة تمر بها المنطقة العربية يقول المقال ما بين مصر والسودان تاريخ أكبر من كل الكلمات وما زلنا أعتقد أن السودان لا بد أن يكون في مقدمة العلاقات بين مصر والعالم هناك قضايا كثيرة تطرح نفسها بقوة أمام القمة بين الرئيسين السيسي والبشير هناك ما يتعلق بمستقبل العلاقات المصرية السودانية وإلى عنوين الصحف العربية والبداية بصحيفة الشرق الأوسط مبادرة ألمانية لسوريا واشانتون وموسكو يتمسكان بشعرة التعاون رفض بريطاني فرنسي لحكومة الإنقلابيين في صنعاء روسيا تعرض الوساطة للمرة الأولى لحل الأزمة الليبية وزيرة العدل الفرنسية السابقة نرفض جاستا وسنستعين بالتجربة السعودية لمكافحة الإرهاب ومن صحيفة الخليج الإماراتية نطالع الإمارات تؤكد قلقها من التصعيد العسكري وتدعو للحل السياسي في حلب أبو الغيط يصف ما يجري في المدينة بالمذبحة المروعة الحكومة الفلسطينية تؤجل الانتخابات المحلية أربعة أشهر وحماس ترفض القرار وتعتبره دليل تخبط البحرية السعودية تطلق درع الخليج واحد لردع أي عدوان محتمل من صحيفة الحياة اللندنية نطالع معارك ضاربة في حلب وقصف السفارة الروسية في دمشق وروسيا تنشر صواريخ اس ثلاثماء للمرة الأولى في سوريا الجزائر تنتقد عدد المبادرات حول ليبيا بدو أطخم منورة سعودية في الخليج ومضيق هورموس الأزمة الليبية كانت محور ما قال بصحيفة الشرق الأوسط أكد أهمية الحاجة لمبعوث دولي محايد لمواجهة الانقسامات والصراعات الداخلية والدولية ويقول المقال ليبيا المنقسم سياسيا أزمتها مشتركة فهي محلية بالدرجة الأولى من قسام نخبها السياسية بين متعنت ومراهن على الاستقواء بالأجنبي ونخب وطنية تتلمص طريقها في مواجهة تكتل إقليمي ودولي متغول وعابث بالمشهد الليبي والأزمة الخارجية أيضا يحكمها تقاطع مصالح دول تتصارع على نصيبها من الكعكة الليبية ليبيا الآن في حاجة لمبعوث دولي نزيه وابن للمنطقة وليس لديه حسابات أخرى وليس في حاجة لمبعوثين تحكم تصرفاتهم وتحركاتهم برصة مصالح الدول الكبرى وأصحاب المصالح من المحيط الإقليمي نتحول مشاهدين إلى أبرز اهتمامات الصحف العالمية والبداية من نيويورك تايمز الأمريكية لكمات متبادلة بين بين بينس وكين كل من المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي ودافع عن سياسات من يمثله مايك بينس المرشح نائبا للرئيس الجمهوري بدأ أكثر دماثة ورسمية من منافس تيم كان عن الديمقراطيين الذي بدأ عضوانيا في سباق آخر كتبت بوطن يسابق الخطى في سوريا قبل انتلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية مصحيفة آرت الإسرائيلية التي كتبت في مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي خلاف حاد بين بينس وكين حول موقف إسرائيل من الاتفاق النووي مع إيران بعد أسابيع من شائعات تقارير تفيد بإحراز تقدم كبير في مفاوضات مشاركة حزب يسار الوسط في حكومة نيتنياهو وزعيم المعارضة ينفي من الصحف الفرنسية نطالع من ليموند بشار الأسد سيد الفوضى الرئيس السوري بشار يشارك مع روسيا في إضعاف دولته رغم عدم إعلان الرسمي مؤشرات قوية على مشاركة وزير الاقتصاد السابق ماكرويند في السباق إلى قصر الإلزيه عام 2017 بعد رفض اتفاق السلام وانتظارا لحل الأزمة مد اتفاق وقف إطلاق النار في كولومبيا حتى الحادي وثلاثين من أكتوبر نرصد من عنوين صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية الملاحقات القضائية المستمرة لأفراد من الجيش البريطاني بناء على دعاوى اقترافهم لانتهاكات أثناء خدمتهم في العراق أو أفغانستان باتت أحد أبرز مخالفات هاتين الحربين استقالت ديان جيمس زعيمة حزب الاستقلال البريطاني من منصبها بعد ثمانية عشر يوما فقط من فوزها بالانتخابات منظرة نائبي المرشحين للرئاسة الأمريكية كانت محور مقال بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية انتقد فيه اسلوب المرشحين الذي اعتمد على مهاجمة الآخر دون التطرق للقضايا الهامة في المناظرة التي جرت بينهما أمس اعتمدت تيمكن المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي عن الديمقراطيين على استراتيجية التحدي لمنافسه مايك بينس المرشح عن الجمهوريين ليضعه في موقف المدافع عن دونالد ترامب الذي أثار الكثير من الجدل منذ انطلاق الماراثون الانتخابي لقد حاول كين مرارا وتكرارا الوقيع بين بينس ومرشحي للرئاسة دون جدوى لتخرج المناظرة في النهاية وكأنها كانت مشاجرة أو حلبة ملاكمة وليست ساحة لتبادل وجهات النظر البناء حول القضايا المختلفة والخاسر الوحيد هم المشاهدون الذين ازدادوا إحباطا سادات وسادة وسادة مع حضراتكم إلى ختام هذه الجولة الصحفية على رأس الساعة نتواصل في موجز الأنباء في أمان الله اشتركوا في القناة